شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم نحو 300 غارة على عدة مناطق في قطاع غزة منها منطقة الأنفاق في رفح ليصل عدد الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ بدء الهجوم الأخير إلى حوالي ألف غارة واستهدف القصف اليوم مقر الحكومة المقالة في القطاع ومنزل ناشط من كتائب القسام في جباليا أدى إلى تدميره بالكامل وإلى إصابة ثلاثين من سكانه حيث جرى انتشالهم من تحت الأنقاض وأن نيتانياهو إنما يعد لنفسه ملفا جديدا ضمن ملفات مجرمية الحرب ويعد إلى تقرير جديد على غرار تقرير جولدستون الغارات الإسرائيلية الجديدة رفعت عدد الضحايا في القطاع إلى 41 قتيلا وإلى أكثر من 370 جريحا إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة غزة بالكامل فيما وصل إلى مصر عبر معبر رفح البري ستة مصابين فلسطينيين قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية ترجمة نانسي قنقر